السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم مولي يا أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم باستكمال شروحاتنا في برنامجنا التدريبي تصميم مواقع باستخدام ورد بريس بعد حجزنا للدومين باستخدام مصد جود ادي وشرحنا لمفهوم الاستضافات وترشيحنا لمنصة أو استضافة كلاود ويز وصلنا مع حضراتكم إلى الجزء العملي بكيفية حجز الاستضافة طبعا من خلال الرابط الموجود بوصف هذا الفيديو ممكن من خلاله تحصلوا على تخفيض بنسبة 40% لحجز الاستضافة على كلاود ويز تمام طبعا الرابط مثل ما أنا شايفين بفتح لي هذه الصفحة لكلاود ويز بيعطيني النسبة أو الـ get 40% off now ممكن أنقر عليها لحتى أنا أبدأ بحرز الاستضافة نبدأ بداية أول شيء عشان بس يكونوا عندكم فكرة مسموح لك أنك تجرب الاستضافة بثلاثة أيام فري ما في أي مشكلة خالص نهائيا ممكن تعمل object cache ممكن تعمل SSL ممكن تعمل أنت محتاجه كله free يعني ممكن أنتك تجرب معاي ثلاثة أيام كتطبيقات عملية حتى ولو ما اشتريت بس يلي اعتمدت ممكن أنك تبدأ بعملية الشراء مباشرة إن شاء الله طبعا هو يكاتب لك هون الكوبون يلي تم وضعه لتخفيض نسبة الـ 40% كل ما هو مطلوب منك الآن نضع الاسم نضع الكونية ونضع الإيميل اللي مراد من خلالهم إنك تسجل آآ منصة آآ كلاودويز أو استضافة كلاودويز وهذا الإيميل يعني لازم يكون حصل ليك ما تضيعه تعريف الباسورد اللي رح يجيك عليه إشعارات بالأيام المقبلة وكتير من الأشياء طبعا والباسورد اللي انت حاول بتضعها لآآ استضافة كلاودويز هون في عنا أسئلة عادية بيسألك أول شي عن طبيعة العمل ممكن أنت تشتغل عليهم يعني مثلا أنت بتشتغل تجارة الإلكترونية بتشتغل بلوغر فريلانس يعني إيش مجال عملك بس ياخد أي معلومات منك بسيطة اكتب أي شيء ما في أي مشكلة وتاني شيء بيسألك على مقدرات المالية كميزانية صرف على هذه الإستضافة أو على المواقع أيضا حطوله لحد الأدنى كمان ما في أي مشكلة بس لعبات البيانات بنعطي آي جريم ومنعطي ستارت فري رح نعبق البيانات وأعطي ستارت فري واستكمل مع حضراتكم رح ينقلي مباشرة للصفحة التالية بعد ما ضغطنا على ستارت رح يعطيني سبمينت آآ ديتيلز أي إرسال تفاصيل خاصة بيك ممكن تنقل عليها رح أشرح لكم على عجل هذه التفاصيل اللي محتاج كلاودويز أو فريق كلاودويز يتعرف فيها أو ياخد بعض المعلومات عنكم أول شيء الويب سايت يورايل طبعا نسا أنت ما عندك ويب سايت أو إذا كان عندك ويب سايت سابق وحب تنقله على استضافة جديدة آآ أو عندك كان دومين ممكن تحط الدومين أو تحط آآ رابط موقعك السابق أو إذا ما عندك أي شيء حط أي شيء على بالك يعني مثلا حتى لو حطيت رابط موقع عالمكم ما في مشكلة هو بيحتاج منك إيش بيحتاج منك دومين تم حجزه فلذلك نحنا قدمنا آآ حجز الدومين عن درس الاستضافة لهذا السبب وبيطلب منك الرقم الهاتف وبيطلب منك المنصب الوظيفة اللي أنت فيه مثلا سي اي او مثلا مانيجر آآ أي شيء يعني كمدير لهذا البروجيكت أو المشروع ما هو دورك الوظيفة هو إن صح التعبير تمام بعد ما أنا بيسألك عن حجم فريق العمل بتختار أنتو كم شخص يعني بين العشرة وثلاثين فوق المية يعني أكثر من خمسة تحت الخمسة كم شخص أنتو بالفريق وأيضا بده منك حساباتك على السوشيال ميديا لكن هو عنده فقط إما حساب او تويتر فإذا ما عندك حي حسابات من هدول الاتنين حساب بيقدم لك حساب مجاني ممكن تعمل آآ اشتراك حساب مجاني على وتفوت إلى تاخد اللينك وتحطه بهذا المكان بيسألك هنا عن نبزي عن المشروع يعني انت إيش حابب تعمل المشروع بتقول له مسلا بترجم من خلال يعني مسلا دخلت على جوجل او بتكتب مسلا آآ تمام ارغب في انشاء موقع آآ تجارة الكترونية على سبيل المسال بس فقط لغير خلاص انتقل له ايش توجهك بالعمل تمام ولسق له يا بهذا المكان وخلاص يعني هذا هو كل شيء مطلوب منك عشان تدخل التفاصيل المطلوب منك هي تسمى المعلومات الشخصية طيب بعد ما ادخلها بشكل كامل عنا الاسم عنا الكنية وعنا الايميل والباسورد بالبداية وعنا ايضا آآ مجال العمل آآ وعنا نطاق التزويد الشهري شفناها بالشاشة الاولى للمقدرات الصرف كميزانية صرف ومن ثم بدل دومين ورقم الهاتف وبعض المعلومات عن صفتك الوظيفية ضمن هذا الفريق ومنصة بعد ما ادخل هذه المعلومات بيطلب منك رسالة بيقولك نحتاج واحد الى اثنين يوم عمل حتى نتأكد من صحة هذه التفاصيل انت ادخلتها وبيجيك رسالة التفعيل على الايميل طبعا بعد ما يمضي الوقت معنا ننتظر ساعة او ساعتين ما رح ياخد معنا يوم انا بالضبط تقريبا اخد معي اقل من ساعة فاجتني رسالة الايميل للدخول وتفعيل الحساب على كلاود ويز وهذه هي الصفحة البدائية او الصفحة الافتراضية للدشبورت الخاصة بحسابنا على الكلاود ويز بنبدأ بعض المنا باضافة السيرفرات واضافة الابليكشن او التطبيقات طبعا هذه الواجهة هي واجهة حديثة بعد ما تم شراء كلاود ويز من ديجيتال اوشن ذاته هي اصبحت المالكة بيمكاننا من خيارات الحساب نفسها نعطي يعني العودة الى الواجهة الكلاسيكية المعتادة اول فيها اكتر شرحات ممكن تصادفوها على اليوتيوب لكن الواجهة الحديثة اه ما اعتقد ربما حد لسا اه شرح عنها شيء فمنلاحظ انه هذه كانت الواجهة الكلاسيكية واذا حبينا نستبدل نعطي تمام اه من هذا المكان نبدل الواجهة بالعموم هذه الواجهة المألوفة لدى الجميع لانشنو حتى نبدأ الان باضافة او حجز سيرفر بالمواصفات والموارد المادية اللي احنا بنحتاجها حسب تطلبات موقعنا موقعك ازا كان اللي منصة تعليمية او عندك سلسلة مواقع محتاج معين او حجز حساب واحد لاكتر من تطبيق او ازا كان في عندك التجارة الكترونية اه ازا عندك بروفايل حسب اه التخصص اللي انت رح تشتغل عليه ممكن تخصص الموارد بننقر على مفتاح اللانش لحتى نبدأ مباشرة اه let's get started مباشرة طبعا اه بيعطيك بعض التلميحات رح نكون باغلاقة وبيشرح لك طبعا عندي بالاعلى مكتوب اختيار البرنامج او التطبيق اللي رح اسبته على الاستضافة هلأ نحتاج الورد بريس ام الووكب ميرس بي اتش بي اه مكنتو تمام الى ما هنالك طبعا احنا هشتغل على ورد بريس فمنختار ورد بريس ومنختار احدث نسخة من ورد بريس عابقلك يعني اسم التطبيق او اسم الموقع هو انصح التعبير خلني على سبيل المسال اكتب آآ آآ عالمكم كورسز او كورسات عالمكم هذه عالمكم كورسز اما آآ يور سيرفر يعني اسم السيرفر اللي انت محتاجهم بكتبوه عالمكم على سبيل المسال يورو بروجيكت تركها فاضية مش مهمة كتير الان لكن هي مستقبل لتنظيم اعمالك ممكن آآ تبدأ بتخصيصها حسب البروجيكت ما في مشكلة منلاحز الان ان انا في عندي ثلاثة انماط طبعا احنا تكلمنا انه آآ الكلاود ويز هي عبارة عن استضافة مدارة وهو وسيطة مع الشركات التلاتة ديجيتا الاوشن وعندي امازون وعندي الجوجل كلاود بلادفورم فعندي ثلاثة انواع من الاستضافات طبعا الامازون والجوجل استضافات غالية جدا مقارنة مع ديجيتا الاوشن فرح نبقى نحن الان على ديجيتا الاوشن نفسها بيسألك الان عن الموارد اللي انت محتاجة وعن مكان السيرفر اللوكيشن فبتبدأ انت حسب اللوكيشن بتبدأ بزيادة او بتنقيص آآ يعني الموارد اللي انت محتاجة طبعا ازا كان ظهرت لك رسالة حمراء دعني بان الاستضافة او هذه المواصفات اللي انت محتاجة للسيرفر ليست متوفرا على السيرفر الافتراضي اللي تم حرزه لكن الان احنا راح نغير مكان السيرفر ومن جمالية ان هو ممكن تعمل رفع للموارد ايما ما حبيت دون ما يتغير اي شيء من مواقعك اطلاقا ما بيتأثر شيء نهائيا فيك تعمل ترقيم لايام آآ موارد انت محتاجة من هذه الموارد مسلا على خطوط الاتنين جيجا اللي احنا نشوف اتنين جيجا هي عبارة عن اتنين جيجا رام بيعطيك بيعطيك خمسين آآ جيجا بايت اس اس دي مساحة تخزينية اس اس دي اتنين تيرابايت آآ وواحد كور او معالج يعني هو ان صح التعبير طيب هذه المواصفات ازا افترض انو انا راح اشتغل عليها وابدأ فيها معقول ممكن ابدأ الان باختيار مكان السيرفر طبعا مكان السيرفر نحول دائما يكون قريب الى الوطن العربي بالعموم ففرانك فورت يعني اعتقد هو هو اقرب شيء او مناسب هو اكتر شيء آآ لنا لاني احنا اكتر استهدافنا بيكون للعرب اشعار الكوكز نعطي اي جري عشان تختفي معنا الرسالة ومنشوف عندي هو اربعة عشرين دولار تمام آآ من جمالية على فكرة ازا انت كنت حارز خطة معينة وما استهلكت هذه الباقة فهو ممكن يعني بالشهر ينزل معك لخمستانعش دولار آآ سبعة دولار عشرة دولار اتناش دولار حسب استهلاكك اما ازا كان في عندك حركة وزوار وعندك نشاط اكتر من او اكتر من موقع ربما الحد الاعلى او الماكس هي الاربعة عشرين دولار طيب بعد ما انتهي من تخصيص الموارد اللي انا محتاجة آآ وبرجع وقول مرة تانية انا في معاي ثلاثة ايام فري ممكن استخدم هذا الحساب واتجرب فيه بكل ما احتاج وبشكل مجد يعني بنعطي لحتى يبدأ باضافة السيرفر طبعا بيقل لي بيحتاج سبع دقائق الان لحتى يتم تنصيب السيرفر ويصبح عندي شغال نظامي وسيرفر عندي باسم عالمكم بمساحة او رام اتنين جيجا بايت بسيرفر السيرفر الاقرب اللي انا تم الحجزة او التنصيب على السيرفر هو وهذه المعلومات التاريخ كلها عندي اياها موجودة. يمكن الانتقال الى التطبيقات راح ابدأ بالتشغيل علي طبعا من خلال هذا المفتاح. يعني هذا بينقلني الى التطبيقات وبرجعني الى السيرفر وفي اكتر من طريقة تانية بعد ما يتنصب على السيرفر آآ منشوف كيف ممكن آآ نختاره. في فيديو تعريفي او ترحيبي او ما شبه ذلك. يعني ممكن تتفرجوا عليه وتوضي بعض المعلومات. راح آآ اسرع الفيديو او انتظر انا شوي ليس ما تنتهي معالجة اضافة السيرفر وتنصيبه واضافة اللي نحن اخترناه ومن بعدها نستكمل فيديو معاكم ان شاء الله. طبعا بعد ما انتهى من تنصيب السيرفر اعطاني الاشارة عليها الصحة الخطأ لعالمكم او تم اآ انشاء السيرفر او تنصيب السيرفر. اسم السيرفر موجود بهذا المكان لو نقرت عليه راح يدخلي لألوم. وبي راح نشوف هون او المواقع اللي انا منصبها على هذا السيرفر. الان لو حبيت ادخل الى السيرفر راح افوت السيرفر بهذا الشكل وباشوف المعلومات الافتراضية عن السيرفر سوى ان كان الاي بي واليوزر نيم والباسورد وكتبني الاشياء. طيب اذا حبيت ارجع الى الابليكشن اما بنقل لمرة واحدة على هذا المكان وبرجع الى الابليكشن انا نصبته قبل شوي يعني هو الموقع عالمكم كورسز اللي نصبناه قبل شوي او بيمكانك ترجع الى السيرفر واحول الاختيار الى الابليكشن اللي هي التطبيقات فبيظهر لي الابليكشن او الموقع بهذا المكان. لما انقر عليه راح يدخلني الى تفاصيل هذا الموقع ورح نشوف بعض المميزات وبعض الاشياء. طبعا اول شيء اه بيقلك اه من خلال هذا الرابط بامكانك تدخل الى موقعك. يعني تتصفح الموقع ابلكشن يو ار ال. لما انقر عليه راح نشوف الان الموقع بشكله الافتراضي. طبعا هذا هو الموقع الان ما في عليه اي شيء. لكن بشكله الافتراضي. طيب بالاسفل بيقلك ازا حبيت تدخل كادمين على اه منصة الورد بريس. تمام? فعندك اليو ار ايل عشان تفوت كادمين مباشرة من خلال هذا الرابط. وعندك الايميل وعندك الباسورد للادمين للدخول. طبعا كيف انسخن? يكفي النقر مرة واحدة على الايميل. عمل كوبي. ويكفي النقر على الباسورد وعمل كوبي مباشرة. خلنا نفتح الرابط ونشوف خلاص ومحتاج مني او او ايميل ادريس. فانا بجي بنقر مرة واحدة على الايميل. وبجي بعطيه كونترول في اللصق. وبنرجع مرة تانية الى بنسخ الى الباسورد. وبرجع الى الباسورد. بعطي لصق. بعطي اه تذكرني. وبناخد لحتى نشوف. واللي اول مرة لوحة. هذه لوحة مثل ما انا شايفين. اه ممكن نبدأ بالعمل عليها بالايام الجاي. ان شاء تكون محطة الى كافة اه دروسنا المستقبلية ان شاء الله وتعالى. فبنرجع الاستضافة. وازا حبيت ارجع الى السيرفر بنقر على السيرفر بهذا المكان. خلاص دخلنا عليه مرة تانية. باللقاء القادم ان شاء الله وتعالى رح يكون في عنا شرح لاهم الاعدادات اللازم اه تفعيلها وضبطها وتحديثها ومراجعتها وما هي اهم مزايا الكلاود ويز. رح نبدأ فيها قبل ما نبدأ بالتعامل مع اي او اي موقع تمت اضافته الى هذه الاستضافة الجميلة من كلاود ويز. وبرجع بذكر مرة تانية بالرابط بادنى هذا الفيديو والفيديوهات المستقبلية متاح من خلاله انك تحصل على احساب كلاود ويز. اتمنى لكم التوفيق اه ان شاء الله وتعالى وادمتم برعاية الله. محبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.